بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نكمل ما ذكرناه في الدرس السابق عنه حول الكلاسز والأبجيكت طبعا في الدرس سابق ذكرنا بشكل تفصيلي كيف نعرف كلاس وكيف نسوي ألوكيشن الأبجيكت من الكلاس اللي عرفناها في الدرس هذا رح نشوف كيف نسوي كيف نعدل الـ instance variables أو properties حقات الأبجيكت يعني بعد ما نعرف أبجيكت زين نفرض يعني أنه عندنا مثلا سوينا أبجيكت من نوع student يعني قلنا الكلام التالي student student s1 gets new student نفرض أنه الآن سوينا allocation جبنا هذا نسميه memory allocation أو instantiation of an object طيب الآن كيف الـ object هذا عنده خصائص عنده ثلاث خصائص إذا تذكرون عنده الاسم والـ id أو الرقم الجامعي name وid وgrade أو الدرجة مضبوط إذن عنده ثلاث خصائص خلونا نكتبه هنا على جنب عنده name وid وgrade بإمكانك الرجوع للفيديوهات السابقة لكي نشوف تعريف الـ class class student طيب الآن كيف نعدل على أي من هذه الخصائص بشكل عام لو عندنا object وفي مجموعة attributes أو properties أو instance variables كيف نعدل على كيف نعدل قيم الـ instance variables هذه أو كيف نقراها وكيف نكتبها مضبوط ليس بس التعديل كيف نقرأ وكيف نكتب فالآن خلو أول شي قلنا حنا أن راح نتعامل معها زي ما نتعامل مع الـ variables بالضبط فنقول أول شي نستخدم اسم المرجع أو الـ reference هذا أول شي بعد كده نستخدم نقطة الضبط الضبط بعد كده نستخدم اسم الخاصية بالطريقة هذه العملية هذه العملية هذه نسميها accessing the property أو الوصول إلى الخاصية الـ object property أو الـ attribute طبعا قلنا كل الأسماء هذه نفس الشيء فـ accessing اللي هي الوصول إلى الـ object property أو الـ object attribute أو الـ instance variable إذن هذه هي الطريقة كمثال مثلا كمثال نقول مثلا عندنا S1 هنا نقول S1 بعد كده بعد كده نستخدم نقطة ثم نستخدم ثم نذكر اسم الخاصية مثلا name فبهذه الطريقة نستطيع إما أن نقرأ قيمة name أو نكتب في name طبعا أي يعني name هنا كان في الميموري فإما أن نقرأ قيمته أو نكتبها فالحالة الأولى اللي هي قراءة الـ property reading the property نقول S1 dot name أو عفوا كتابة الكتابة في الـ property حالة الأولى هي الكتابة S1 dot name بعد كده رح نسند لها خلونا نكتب الباقي بلون آخر فنقول S1 dot name gets مثلا علي فإذا نلاحظ أنه زي ما كنا نضع الـ variable على يسار علامة الإسناد فنفس الشي رح نضع الـ property حق الـ object على يسار علامة الإسناد لكن لازم دائما نستخدم نذكر الـ reference بعد كده نقطة بعد كده اسم الـ property فإذا هنا بطريقة هذه كتبنا في الـ property name اللي في الـ object S1 نستطيع أنه مثلا خلونا نشوف مثال على عملية هذه عملية كتابة خلونا نشوف مثال على عملية قراءة فنقول مثلا نفرض أنه عندنا variable مثلا في الـ variable هذا نقول مثلا int أو هو string طبعا هنا string فنقول string string مثلا x الآن بنسنا تقيمة للـ string هذا نستخدم الكلام أو نستخدم عملية طريقة الوصول هذي نقول s1.name بعد كده فاصل من قوطة فهنا رح نقرأ قيمة s1.name قيمة الـ property هذي ونسندها للـ variable x هنا رح نقرأ القيمة عالي ونحطها في الـ property name اللي هي تابعة للـ object اللي reference حقه s1 أرجو أن يكون الوضع إذن قيمة x هنا رح تكون لو نفذنا سطرين هذولا مع بعضهم لو فرضنا في برنامج رح تكون قيمة الـ x عالي ولو بغينا نشوف الميموري رح تكون الميموري بالشكل تقريبا يعني بالشكل التالي رح يكون عندنا هذا الـ object s1 عندنا هنا s1 reference مربوط بالـ object هذا الـ object الـ object فيه ثلاث أماكن اللي هو name object طبعا من نوع student name id grade وكل مكان طبعا في له قيمة فهنا name قيمته علي طبعا لما نفذ العملية هذه رح نقول s1 فنروح الـ s1 هنا بعدين نقول dot name فنروح الـ name اللي هو هنا بعد كده نقول عبه حط فيه القيمة علي فحطين القيمة علي هذه طريقة الوصول إلى الـ object هنا في الحالة القراءة رح نقول s1 فهذا s1 بعدين dot بعد كده name اللي هو الاسم فجينا في الحالة هذه نبغى نقرأ القيمة رح نسندها الـ x فنجي ناخذ نسخة copy من string هذا عالي ونضعه في المكان اللي فيه x واللي هو رح يكون في stack هنا هنا رح يكون مكان فيه x هنا نقول نضع فيه علي طبعا هذا لو قمنا قسمنا الميموري زي ما شفنا قبل شوي رح يكون هنا هذا stack هذا stack وهذا الـ heap اللي فيه الـ object هذا stack هذا الـ heap طبعا خلونا نكتب الكلمتين هذا ولي أفضل حتى أنه يعني ما ننسى الكلمتين هذوري هذه المنطقة هذي نسميها stack اللي هي المنطقة اللي نخزن فيها variables والreferences والمنطقة هذي اسمها الـ heap اللي هي المنطقة اللي نخزن فيها الـ objects طبعا ملاحظة أخيرة الـ objects دائم يصير لها ما يسمى بـ dynamic allocation يعني هنا لما نسوي عملية الـ allocation هنا نسميها نسميها dynamic allocation dynamic allocation أو memory allocation يعني يعني حجز حجز للميموري ديناميكي يعني يتم أثناء تنفيذ البرنامج أثناء أن تنفذ البرنامج يتم حجز الذاكرة هذي متى ما جاء البرنامج ينفذ العبارة هذي يقوم يحجزنا المكان الذاكرة هذي فنسميه dynamic allocation دائما الـ dynamic allocation يكون في الـ heap هذه ملاحظة مهمة جدا جدا طيب تقريبا هذا هو رح نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم نكمل كلامنا عن أشياء إضافية في الـ objects سنعطي أمثلة إضافية على الموضوع التضح إن شاء الله بشكل أكبر في بس ملاحظة بسيطة هنا قبل ما ننتهي إن عملية الوصول للـ properties أو accessing the properties هي تتم بالطريقة هذي حاليا فيما بعد إن شاء الله راح نشوف تفصيل أكثر في العملية هذه وتنظيم أكثر لها يعني على الرغم من أن الآن ننظمنا الميموري ما زالت العملية تحتاج إلى تنظيم أكثر وترتيب أكثر راح نشوف ليش الشي هذا في موضوع قادم بس أرجو إنه يعني تضع الشي هذا في بالك إنه في الموضوع القادم راح نرتب عملية الوصول بشكل أكثر وأكبر لكن على الأقل في الدرس هذا افهم اللي جالس يصير هنا وممكن ترجع للـ examples المثال حق الـ student اللي سويناه في الدروس السابقة حتى نكتفهم الموضوع هذا بشكل تشوف مثال للموضوع هذا هذا